السلام عليكم طلاب الفصل الثالث الفصل الأول الفيزياء الثالث متوسط رح نراجع مراجعة سريعة عن الفصل الأول طبعا حسب الحذوفات هي العام الدراسي 2022-2023 للي ما نفاهمين الفصل الأول صورة جيدة ان شاء الله نحاول نبسطه بهذا الفيديو اول شي منون الكهربائية الساكنة عنوان الفصل الكهربائية الساكنة عملية التكون الشحنات الكهربائية على الجسم التكون الشحНАت على اصطح السامعة على الجسم اي جسم كرة مثلا يجيها شحنات ليش اجتها شحنات انتقلت من عندها من الأرض مثلا تنتقل لها شحنات انتقال الشحنات من جسم إلى جسم آخر الجسم اللي اجتها شحنات نقول اكتسب شحنات اللي تروح من عندها شحنات نقول فقد طبعا الامريات الاكتساب والفقدان هي فقط للإلكترون احنا راح ناخذ الذرة الذرة تتكون من نوات داخل النوات عندنا بروتون ونيترون الذرة داخلها نوات النوات بداخلها اكو بروتون شحنته موجبة ونيترون شحنته متعادلة ايضا تحتوي الذرة على الالكترون الالكترون سالب الشحنة يعني الذرة اللي هي احنا اذا رجل نشبه الجسم الجسم يتكون من المادة تتكون من ذرة الذرة تتكون من نوات والكترونات النوات تتكون من بروتون ونيترون بروتون شحنته موجبة فابت هذا الجسم لا يفقده ولا يكتسبه بس الالكترون الجسم يقدر او الذرة تقدر تفقد الالكتروناتها او تكتسب فوق الالكتروناتها كلون تتجين بالامتحان مقدمة الكهربائية الساكنة اللي هيها من بداية الفصل كلون تجي تجعلها التعاليل مثلا يجي التعاليل انجذا قصاصات الورق الصغيرة الى مشط مدلوك بشعر جاف مشط راح ادلك بشعر المشط يصبح مشحوم بشحنات كهربائية ساكنة فبالتالي راح تنجذب الى قصاصات الورق الصغيرة تعيير ثاني على مقدمة الكهربائية الساكنة عند سعرك على سجادة من الصوف لحظة ملامسة يدك على مقبض باب معلين تصاب بصعقة خفيفة صعقة كهربائية خفيفة هسه بالشتة سولية او مصنوعة من الصوف اذا تمشي عليه وتلامس مقبض باب معلين تشعر بصعقة خفيفة شنو سبب هاي الصعقة السبب الصعقة انه عند الاحتكاك عند الاحتكاك القدم بالسجادة فانها تكتسب شحنات كهربائية ترح جسمك يكتسب شحنات من الاحتكاك صار عندك شحنات هاي الشحنات عند مسكك لباب المقبض عند مسكك للمقبض المعدني تتفرغ الشحنات اليه بالتالي راح تصاب بصعقة خفيفة تقربة للجدار اكثر من تعاليل مثلا هنا عندك السهالة الي قلنا عليه سيرك على سجادة من الصوف بالون مثلا بالون مشحون نحو جدار يلتسق بالجدار شنو تعاليل ذلك؟ ليش البالون التسق؟ بسبب اكتساب بالون مشحون يعني مثلا مدلوب بالصوف هو مدلوب بالحرير تقربة للجدار يلتسق بالجدار ليش؟ لان البالون مشحون بشحنات كهربائية ساكنة السؤال هم تعاليل هذا ايضا هنا ذلك يكون على المقدم والكهربائية الساكنة الهواء التفريغ الكهربائي لا يحدث بالجو الرطب بالجو الرطب لانه الهواء الرطب يساعد على تفريغ الشحنات الكهربائية بسرعة ليش ما تصدر تجارب الكهربائية بالهواء الرطب لازم الهواء جاف لان الهواء الرطب يساعد على تفريغ الشحنات الكهربائية بسرعة يجيك تعليل مثلا في بعض المتنزهات وجدت جهزة مسلية عند انزلاق على الطفل على اللعبات مثلا الهنانة فانه بالاخير عند ملامسة الجسم يصاب بصاقة شنو سبب هاي الصاقة نتيجة تفريغ الشحنات اللي كتسبها الجسم هو الاحتكاء كلهن تقريبا نفس الجواب يختلف السؤال بس الجواب واحد الجسم يكتسب شحنات كهربائية نتيجة عند المنامسة تفرغت الشحنات الكهربائية هاي اذا يجي تعليل عليها على الكهربائية الساكنة مقدمة الكهربائية الساكنة يريد يشرح لك شون يعني كهربائية و شون تكتسبها الجسم يكتسبها بالاهتكاك من الامس جسم معين مثل مقبض باب معدني تتفرغ الشحنات فتصاب بصاقة وراها عندك الشحن الكهربائية كموضوع للشحن الكهربائي احنا قلنا هسه المادة تتألف من جسيمات صغيرة تدعى الذرات الذرة نفسها مين تتألف الذرة تتألف اذا تجيك فراغات الذرة مين تتألف من الكترونات سالبة الشحنة ونوات الذرة مين تتألف من الكترون ونوات هذا فراغين يعني يقولك الذرة تتألف من فراغ تقولها الكترونات سالبة الشحنة ونوات زين يجيك فراغ ثاني مثلا سؤال ثاني يقول لك النواة مين تتألف النواة تتألف من بروتون موجب ونيوترون متعادل أنواع الشحنة أنواع الشحنة الكهربائية الجسم إذا يفقد شحنة أو يكتسب شحنة شنو اللي رح يكتسبها ويفقدها أنواع الشحنة شحنة موجبة شحنة سالبة أنواع الشحنات شحنة موجبة كيو موجب أو شحنة سالبة كيو سال الكيو عن رمز الشحنة أقول لك.. ش نورمزي الشحنه او ب الشحنه رمزه of q شحنه سالبهasten شلون الجسم يصير محشون بشحنه موجبه والشلون يصير من الجسم يشحون بشحنه سالبه الجسم ينشهم بشحنه موجبه إذا فقد الالككترون يجيك اكيه سوال كيف يمكن الجسم أن يصبح ايون أم الجبن إذا حثر نقص في عدد الالككترون quat وبعض منها خارج الجسم يكون مشحون بشحنة موجبة كاتبي موجود هذا على شكل ملخصات بالتليجرام أعذني الأسئلة الجسم إذا فقد نقص أو فقد نقول فقد إذا فقد ألكترون شي يصير موجبة الشحنة الجسم إذا كتسب تكتسب الظرات يعني المعنى الأصاحي أنه ذراته هي اللي تكتسب أو ذراته هي اللي تفقد فالجسم الظرات إذا كتسبت ألكترون شي نصح له أيون سالب الجسم يصير مشحون بشحنة سالبة الجسم يكون مشحون بشحنة موجبة إذا فقد ألكترون الجسم يكون مشحون بشحنة سالبة إذا كتسب ألكترون عندك هرا هذن ملاحظات أيضا كاتبين على التليجرام تجعلش هيئة فراغات البروتون داخل نواة الذرة الشحنة شنو موجبة مقدارها شي ساوي مقدار شحنة الإلكترون البروتون داخل نواة الذرة الشحنة شنو موجبة مقدار يساوي شحنة الإلكترون الـ E يعني هنا أكتب لك E تساوي شحنة الإلكترون 1.6 في 10 سالبة 11 كولوم كولوم هي شنو؟ يعادل الكمية من الإلكترونات شقد عددها 6.25 في 10 أس موجبة 18 كولوم الواحد هي يعادل كمية من الإلكترونات عددها 6.25 في 10 أس 18 شحنة الإلكترون شقد 1.6 في 10 سالبة 11 شحنة الإلكترون شحنة الإلكترون إذن أجزاء الكولوم إذا أجبكيان شوف هذا رمز المايكرو كل واحد مايكرو جادي عادل 10 سالبة 6 هذا رمز النانو إن النانو جادي 10 سالبة 9 هنا عندك النشاط هذا هم جاي بوزاري هذا طبعا ما مطلوب هذا حاليا ما مطلوب مطلوب من عندك هذا قانون القوة قانون الشحنات قانون الشحنات الكهربائية هذا النشاط هم مطلوب مطلوب عنوانه قانون الشحنات الكهربائية شون يجيك السؤال قانون الشحنات الكهربائية من أجيب لك تعريف قانون الشحنات الكهربائية شونه هو قوة تجاذب والتنافر شي صر بها الشحنات المتشابهة تتنافر تتنافر و الذي تتجاذب عنوانه متطلوب الشحنات المتشابه قانون الشحنا الكهربائيه شحنات المتشابه تتنافر المختلفة تتجاذب طرق الشحن أجيب لك سؤال عدد طرق شحن المادة بالكهربائية الساكنة ستقول ثلاثة طرق شحن الأجسام طرق شحن المادة ركز على السؤال طرق شحن المادة أو الأجسام بالكهربائية الساكنة شكيت كم طريقة ثلاثة يجيك سؤال ثاني من الشابهات النذني طرق شحن الكشاف كم طريقة لشحن الكشاف تماس وحث فقط اثنين طرق شحن الكشاف تماس وحث أخذنا طرق التمغنط فرق بياناتهم طرق تمغنط المواد كم طريقة دلك وحث والحث ينقسم إلى تقريب تيار كهربائي مستمر بالامتحان فرق ما بين الأسئل اقرأ منطق السؤال زين طرق التمغنط دلك وحث الحث ينقسم إلى تقريب كهربائي مستمر طرق شحن الأجسام أو المادة ثلاثة دلك تماس وحث طرق شحن الكشاف اثنين تماس وحث بس نجد كل واحدة منها طرق شحن المادة بالكهربائي الساكنة أول طريقة دلك الدلك إذا أجيب لك اشرح طريقة شحن المادة بالكهربائي الساكنة بطريقة الدلك بالدلك شرح تحتاج إلى بالون وقطعة من الصوف نقوم بدلك البالون بقطعة الصوف شرح يكتسب البالون طبعا أكون لازم نتفق على فد ملاحظة نذاكريها لكم الصوف ينطى شحنات سالبة الصوف ذو شحنات سالبة والحرير ذو شحنات موجبة هاي تخليها ببارك الحرير من أدلق جسم بحرير راح الجسم يصير موجب الشحنة من أدلق جسم بصوف راح الجسم يصير سالبة الشحنة يعني الصوف هو معناته ما ببروتونات بس بألكترونات أكثر نحن نقلنا الإلكترونات هو سالبة الشحنة البروتون هو موجب الشحنة فالصوف راح يصير عنده الإلكترونات أكثر من البروتونات إذا دلكت بالون بقطعة من الصوف تظهر شحنة موجبة وين على الصوف لانه يصير لأنه فقد الإلكترونات يعني من دلكت البالون بالصوف بالصوف بي شحنات سالبة انتقلت وين السالبة انتقل من الصوف وين راح للبالون فاش بقى بالصوف بقى بي فقط الشحنات الموجبة البالون يصير ظهرت علي الشحنات ظهرت علي شحنات سالبة إذا قد تظهر بالون قطعة الصوف تظهر شحنة موجبة على قطعت الصوف علم الفقدة الألكترونات البالون ستظهر عليك شحنة سالبة لأنه يكتسب zumindest من الصوف طريقة الشحن بالتماص ونأخذ نخطين لنقاع البيلسان ونعلقهم بخيطين المادة عازلة كلنا نقünden بخيطين مادة عازلة تسحب الكرة الأولى تقرب عليها ساق من الزجاج ماذا تقرب عليها ساق من الزجاج؟ مدلوك بالحرير نقرب عليها هنا يعني ساق من الزجاج مدلوك بالحرير يعني اش راح تظهر عليها هاي ساق الزجاج هاي ساق اش راح تظهر عليها سوف نقرب من ساق الزجاج مدلوك بالحرير الحرير يطيق شحنات موجبة نقرب على الساق الأولى نقرب بحيث يلامس الكرة الأولى من لامس الكرة الأولى صارك تماس بينهم ثم، تنتقل هاي الشحنات الموجبة البنية من ساق إلى كرة الأولى نترك الكرة الأولى حرى حتى تدخل ت Loop yogurt ثم ترى تنافر مجرد مجرد مشاخين ثم تنتقل الشحنات الوجبة من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية اكتسبت الشحنات، ب shifts which is the sound قائدهم القواة تنافر تنافر الكرتة אלين إكتسبت نفس الشحنات يعني الكرة الثانية اكتسبت شحنات موجبة ماين من الكرة الثاني اكتسبت شحنات موجبة من الحرير عندك الشحن بالحث إذا أقول لك إشرح طريقة الشحن بالحث عندنا كرة معدنية متعادلة الشحنة معزولة متعادلة سأقرب عليها ساق من المطاط الصلب مشحون بشحنة سالبة شون شحنته بشحنة سالبة لكتب الصوف لكتب الصوف يطيق شحنة سالبة صار الساق شنو شوف رسمي لك هنا شحنات سالبة قربته من هاي الكرة الكرة بها شحنات موجبة وسالبة بنتها بشكل عشوائي شراح يصير من قربت هالساق السالبة على سطح الكرة شراح يصير الشحنات الموجبة راح تجي للجهة القريبة على الساق راح تجي لهنان على الجهة القريبة والشحنات السالبة وان راح تروح على الجهة البعيدة عن الساق بسبب التنافر إنه سالب ويةB سالب شي صير تنافر موجب ويةB سالب شي صير تجاذب يعني الجاذبة تاي شحنات الموجبة ويةB صار اكون تجاذب اجدت comments للجهة القريبة شوف الشحنات السالب راح تنافر بعضا من الالكترونات يعني راح تنافر الشحنات السالبة أيضا اللي هي الالكترونات تدفعها للجهة البعيدة عن الساق تدع الشحنات الطليقة ذني شحنات السالبة شن صح لين طريقة ما كو بيناتهم تجاذب نتيجا للنقص الحاصل في عدد الالكترونات في الجهة القريبة شراح تظهر بها يا شحنة شحنة موجبة لانه هنا ندفعت السالبة لين هاي الجهة فاجهت ظهرت لك الشحنات الموجبة على الجهة القريبة من الساق وحسر بيناتهم قوة تجاذب سالبة يا موجبة فنصح لها شحنة مقيدة شحنة المقيدة هي الشحنات التي تظهر فيها قوة تجاذب بينها وبين الشحنات الاخرى يعني موش ارتسال بنا موجبة بس الشحنة المقيدة بصورة عاملة ليش تصير مقيدة بس قوة تجاذب بينها وبين الشحنات الاخرى القريبة منها خطوة الوراهة بحوصل الكرة المعدنية هذه بالارض عن طريق سلك معدني موصل بالارض او بوضع الاصبع اصبعك تخلي على الكرة رح تتصل بالارض لان انت من تصل بالارض عن طريق جسمك رح تتسرب الشحنات السالبة ليوين الى الارض مش راح يبقى بالكرة يعني شحنات موجبة تسربت الشحنات السالبة ليوين للارض عن طريق هذا السلك سالة الساق شبيه بعد قريب على الكرة شحنات الموجبة شبيهها قريبة من الساق ما توزعت حس اذا ابعد الساق عن الكرة رح يصرب هاي الشحنات الموجبة قوة التجاذب اللي كانت موجودة هنا شبيه رح تروح بعد ما كانت تجاذب لان بعدت الساق راح فرح تتوزع الشحنات الموجبة على سطح الكرة بانتظام هاي طريقة الشحن بالحث من وصلت الكرة للارض ثربت الشحنات السالبة شنبقى شحنات موجبة مع بقاء الساق قريبة رح تبقى الشحنات الموجبة مقيدة رح تبقى صحلها مقيدة لانك تجاذب وخرت الساق بعدت الساق عن الكرة ترتبت الشحنات الموجبة وراها عندك الكشاف الكهربائي الكشاف الكهربائي مهم جدا تعريف فائدة من عنده ومين يتألف جدا مهم طرق شحن الكشاف بالتماس وبالحث طرق شحن الكشاف بالتماس اش راح اثوي رح نحتاج ادوات كشاف ومشط طرق شحن الكشاف بالتماس جائها ايضا وزاري هذي راح احتاج الى كشاف كهربائي ومشط من البلاستيك راح اقرب اول خطوة ندلك المشط بشعر جاف ندلك المشط بشعر جاف راح يكتسب المشط بشحنات سالبة راح تظهر عليه شحنات سالبة اجي لامس المشط بقرص الكشاف شراح يصير مني لامس قرص الكشاف عنده حصول التماس بين المشط عند حصول التماس بين المشط وقرص الكشاف المتعادل تبتعد ورقة الكشاف ليش؟ سبب ظهور قوة تنافر لانه هو المشط سالبة الشحنة من لامس قرص الكشاف انتقلت هاي الشحنات السالبة من المشط الى القرص الى الاوراق الكشاف فش اكتسبت الاوراق؟ شحنات سالبة شحنات سالبة ويسالبة تنافر فش راح يصال عندي هنا اكتساب الورقتين نفس النوع من الشحنات بهرت قوة التنافر فبتعدت ورقتها الكشاف هذا الشحن بطريقة التماس وراها عندك الشحن بطريقة الحف اشتركوا في القناة